السلام عليكم وحشين يا جماعة معكم حبيبة النهاردة هنعمل كرامبيري سوس حلو قوي 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 عشان بقى نعمل الرومي والحركات كده والحاجات الحلوة ان شاء الله تعالوا شوفوا قد ايه السوس السهلي جدا وبسيط وهنعملوا اجمل من برا بي كتير اجمل من الاتاليان بيبل لما بيعملوا هنعملوا بطريقة حلوة قوي بسيطة جدا جدا والقواب مفيش بعد كده جبت كيس اتنين باون موجود في كاسكو موجود في كل مكان بس غالبا في كاسكو بيبقى الكيس كبير غير كده برا بيبقى فيه بالباون او الهوة الاقل من النص كيلو انا عملت الكيس كله عشان احطه في بطرمانات واحفظه يعني هستخدم انه كمالة ناسبني والباقي احفظه استخدمت زي ما قلت الهوة الاتنين باون كله اغسليه غاسلة نضيفة وتأكدي كده ومع شوية بيكينج السودا الحد ما تنظفيه تحس ان هو خلاص نضيفة هستخدم هنا اللمون او اي نوع من اللمون المتواجد عندك بس يفضل الهوة الاصفر عشان الاصفر اللي بيدي نكها مختلفة خالص غير الهوة الاخضر والقشري كمان بيبقى سويت شوية هاخد حوالي بالزبط 3 معالق من عصير اللمون هنزل بيبقى في حالة فاي حاجة عندك متواجدة على حسب الكمية اللي هتشتغلي عليها هي الطريقة السهلة وبسيطة هستخدم ايدي مكان الهية الصفاية دي وهي عصر عليها يعني ملقتش فيها بيزر كتير انا كان بنسبة لي انا فاكرا هنزل بيزر كتير عشان كل مرة جيب في بيزر كتير بس انا جيبها برضو من كاسكو اللمون فما نزلتش غيري 2 صغيرين اوي وكان مفاجئة بقى دايما بنزل بيزر كتير هاخد حوالي معلقة من الهوة الاشر بتاع اللي ما بيديش مرور عشان تبقوا عارفين الطعم في النهاية سويت مع صواري يعني حلو اوي 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 يخليك لازم تاكلي لازم بيكزبك بعد ما نزلت هنا بالهوة عصير اللمون وقشر اللمون والكريمبيري بتاعنا هستخدم اتنين من دول هاخد اتنين وردتين بس او ظهرتين منهم احطوهم وبعد ما بساوهم انا في النهاية باشلهم هاتشوفوني وانا باشلهم معاكم اتنين كفاية قوي على اللي هو اتنين باون او كيلو اللي هتستخدميه لها تستخدمي نص كيلو كفاية واحد عشان طعم بتاع قوي جدا 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 حقيقي انا غالبا بحطوا جوه فلتر واربط علي بس المرة دي انا نزلت بي كده عشان لقيت الواحدة كبيرة وبعدين نزلت بالسكر هاقلبهم بقى يعني اخلي السكر مع الكريمبيري كله ما بادو وهنزل ببسيط من المية استخدمت كوباية ونص من المية في ناس بتستخدم كوبايتين انا كنت باستخدم كوبايتين المرة دي حبيت استخدم كوباية ونص عشان كنت عايزة قوام تقل شوية تقدري تحطي اتنين لو انت عايزة قوام يعني اخف شوية من لانا اشتغلت عليه ما بياخدش وقت نهائي اسرع سوس ممكن تعملي غلافي بقر التورك بي وعملي اللي انت عايزاه حقيقي مفيش اجمل من كده هيقعد معاك فترة طويلة زي ما هو هو ديه على البتو جاز حطيه على درجة حرارة متوسطة بلاش يكون النار علي عشان ما يعملش كرامل احنا مش عايزين الكرامل وبعدين بعد حوالي ثلاث دقايق بتلاقيه بسرعة عمل كده ثلاث دقايق بالزبط هاتسبيه بياخد منك من ثمان دقايق لعشر دقايق عشان يديك النتيجة هايلة مفيش اسرع من كده سوس ممكن تعمليه التعم بقول لكم سويت في صور حاجة يعني لازم تعادي تاكلي منه لازم تاخدي حاجة في التانية حلوة اوي 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 تبارك الله كل مره نسا عايز اقول لي اي حد جديد لسه بيزور القناة لو عجب الميديو ما ينساش يعمل اشتراك ويحط لايك اتبعني على قناتي التانية وصبحيتي على الفيس هسيب اللينك بتاعهم جوا سامدو الوصف شكرا لكل الموجودين معايا قلوبهم جميلة اوي اوي دايما بتدعمني بتديني تاكا ربنا يبارك فيكم يا رب هنا بقى almost done يعني خلاص في المرحلة الاخيرة في دياء رقم 8 بوصل الشكل عاملي زي والقوام كمان خلي بالك النار ما تبقاش عالية وتبقي واقفة جنبه عشان هو ما بياخدش وقت خالص 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 اتاكدي انك قلبت السكر كويس ما سيبتيش في لفت اوفر من تحت عشان ما يعملش كرامل او يتحرق او يدي ريحة وحشة لان احنا مش هنحط في اي حاجة هما الظهرتين اللي احنا استخدمناهم ده القوام اللي انا عايزة بالزبط استخدمتي كوباية ونص مية لو عايزة اخفة من كده استخدمي اتنين كوبايتين مية وهلا تعملي نص الكمية بتاعتي استخدمي كوباية واحدة بس القوام تقدر يتلعب فيه زي ما انت عايزة خلاص كده هنستغنى عنهم شكرا قوي جود جاب عملتوا اللي عليكم عايزة اقول خلاص انا كده خلصته استنيت لما برت خالص في النهاية كان سخن اما كان سخن كان خفيف وما برت تقل ده شكله بقى من الصبح يتغير يعني من الصبح الحدي بالليل انا كملت التصوير بتاعه بالليل هنزل ببسيط كده يعني لك ديكور مش شكل مش اكتر يعني هعمل شكله وانا بصور لكن انا مش محتاجة الموضوع ده طعم اللمون جوا مستوي القشري كمان مستوي الريحة الشكل نهائي حلو قوي قوي لون هايل 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 هعملكو كمان به مشروب ان شاء الله دعولي اوفر لكم وصفات كتير حلوة على مية جميلة خفيفة وبسيطة وسريعة تذوروني فيديو جديد ودعولي من قلبكم بحبكم دي كانت طريقتنا النهارده انجوي هابي سان كيس جيبين فور افريوان هاسيب اللينك بتاعي واسمي لينك الصفحة بتاعي بتاع تلفز ولينك القناة التانية هاسيبها جوا صندوق الوصف كان معاكم حبيبة طريقة سهلة و بسيطة اشتركوا في القناة